مرحبا فيكم مشاهدينا مع أول فيديو لسلسلة أفضل مسلسلات تركية المنتهية والبداية مع قائمة أفضل مسلسلات الرياضية وهو نوع نادر موجود في الدراما التركية تقييم وترتيب المسلسلات رح يعتمد على مين الأفضل من ناحية السيناريو وآداء الأبطال من وجهة نظري وإذا بدكم تشوفوا مسلسل رياضي هاي القائمة رح تساعدكم على اختيار المسلسل الأفضل في المرتبة الرابعة مسلسل بوسات أو اللي الدبلج باسم الفخ وهو الرياضي أكشن من إنتاج عثمان سيناف ومن بطولة الممثل ألماني التركي هالوك بيس وشاهين تشيليك المسلسل مكون من 13 حلقة بس عن المناكم علي اللي انسجن لمدة 6 سنوات قبل مباراة البطولة لكن من بعد سنين ما رح يفقد الأمل ورح يكون مستعد من جديد لمباراة البطولة غالبا ممكن تقولوا أن المسلسل فشل بما أنه من 13 حلقة هو نجح وكان يكون بالمرتبة الثالثة في يوم عرض المسلسل زمان لكن على حسب كلام المنتج عثمان سيناف أنه ما بيقدر أكتر يتحمل تكاليف الأضرار بين الملاكمين الحقيقيين في بعض المشاهد وأنا برأيي ببساطة كانوا خلوهم يمثلوا أنهم بيتصارعوا مو ضروري يكسروا بعض وبالنسبة للقيمة الإنتاجية وبالرغم من أنه مسلسل أديم جدا ومعروفة بوقتها أنه الإخراج بيكون ضعيف إلا أنه كان بطريقة مقبولة ما فيها كتير تفاصيل مزعجة أما الموسيقى التصورية كانت عادية بتعتمد أكتر شي على المؤثرات الصوتية والأغاني الخارجية تقييمي للمسلسل بشكل عام بعطيه 5 من 10 وفي المرتبة الثالثة مسلسل الأسطورة وهو الرياضي شبابي درامي رومانسي من إنتاج قناة دي التركية ومن بطولة أردال بشكتشي أولو وقوكتشي بحادر وروشدا ديميرار وبمشاركة جيم أوزم أولو وأوزقو كايا وبران بولوكباشي المسلسل من 29 حلقة عن أسطورة مدرب كرة السلة طارق أكسوي اللي بفترة بيفقد معنى الحياة وبيكون في حالة ميؤوس منها من بعد وفاة زوجته لكن بيقرر بعدها أنه يرجع لحياته الطبيعية ويحصل على وصاية بناته لكن بشرط لازم يثبت للحكومة أنه هو عنده القدرة ليتحمل مسؤوليتهم عشان هيك بيرجع لوظيفته مدرب كرة السلة المسلسل كان فيه مميزات كثيرة زي سيناريو القصة رغم أنه كان فيها عيوب لكن بشكل عام كانت مكتوبة بطريقة رائعة بتخليك تفهم المسلسل بشكل ممتع من خلال مغامرات الشخصيات والحوارات اللي كان جزء منها عبارة عن أحكام وبالأخص حوارات الشخصيات الرئيسية وغيره من المواقف المتنوعة والكتيرة اللي بتحاكي واقع البعض من خلال الدراما الاجتماعية والأحلى أنهم بيحكونا القصة مع موسيقى تصورية مناسبة جدا للمسلسل لكن بالنهاية كل هذا راح في مهب الريح الأبطال الأساسيين اللي خلوني أنسجم مع المسلسل انسحبوا وبطبيعة الحال لما ينسحبوا راح يلغوا بعض الأدوار المرتبطة مع الشخصيات الأساسية يعني اللي بنفهموا أنه قصة المسلسل خربت والمسلسل بدأ بشكل حلو في أول خمس حلقات كان بيشمل أحداث الرياضية والدرامية لكن بعدها شفتهم ركزوا أكثر على الأحداث الدرامية وبعدوا كليا عن الأحداث الرياضية لدرجة أنه وقت ما رجعوا الأحداث الرياضية اتفاجأت وقلت أنه اوه صح احنا في مسلسل رياضي مو بس درامي وفي الحلقات اللي بعدها ظلهم مستمرين على نفس نمط الحلقات الأولى لكن زي ما قلت كان فيه عيوب كان فيه كتير مشاهد وحوارات ما بتفيد الحبك الدرامية ولو بذرة هذا وغير كمية الأغاني الخارجية اللي بيوصل عددها لأربع أغاني في الحلقة الوحدة وحتى ياريتهم استفادوا من موهبة صوت الممثلة جوكتشي باهدر وخلوها تغني بعض الأغاني لا من كل المسلسل ما سمعتها غنت غير كلمتين أما عن أداء الممثلين فبالنسبة لي الأفضل هو الممثل أردال بشكتشي أولو وبعدها الممثل جوكتشي باهدر وبعدها الممثلة روجدا ديميرار وكمان عجبني أداء الممثلية بدور الطفلة اللي عندها ثقة كبيرة في نفسها وعن أداء الممثلين الشباب المشاركين بالمسلسل الصراحة كانوا سيئين وبطبيعة الحال بعض الممثلين الشباب اللي بيكونوا في بداية مشوارهم بيكونوا بهذا المستوى ومنهم الممثل جيم أوزم أولو لكن حالياً اتطور بشكل غير طبيعي وهذا الشيء أثبته في دور البطولة اللي أخذها في المسلسل الوثائقي بزوغ الإمبراطورية تقييم الشخصي لمسلسل الأسطورة بعطيه ستة من عشرة أما المرتبة الثانية مسلسل البطل وهو من النوع الرياضي درامي رومانسي من بطولة تولجهان سايشمان ويلدزت شاري أتيكسوي وبمشاركة جزام كراجا صح أن المسلسل مستمر لكن أقيم المسلسل من بعد 19 حلقة كافي وزيادة والقصة بتركز على حياة الملاكم في رات بولوك باشي اللي بيعتقد أنه هو السبب في موت خصمه في أحد المباريات لكن القصة رح تكشف عن استغلال البعض بمحاولتهم لتشويه سمعة رياضة الملاكمة عن طريق الحيال والمباريات الغير شرعية المسلسل في أول ثلاث حلقات كان ممتاز لكن بعدين صرت أشوف ضعف الكتاب في طريقة سرد الأحداث وغالبا لاحظوا ردة فعل الجمهور وعلى طول حسنوا من رتم الحلقات وتحديدا في الحلقة 8 و 9 و 10 واللي عجبني أكتر في تحسينهم هو أنهم ما ركزوا كتير على موضوع الانتقام خلاص هذا الشيء صار بالماضي وركزوا أكتر على الحاضر لكن طبعا إلا ما يكون في مشاهد مملة في الحلقات لأنه من الأساس طريقة كتبتهم كانت متوسطة وهذا الشيء أثبت لي أكتر في الحلقة 19 اللي شفت فيها تكرار الأحداث الحلقات الأولى وعشان يغطوا على التكرار دخلوا شخصية جديدة على المسلسل وهي الممثلة جيزام كراجا وغيره من عيوب المسلسل الإخراج كان عبارة عن إخراج عشوائي مرة مشهد حلو ومرة مشهد لا بسبب زوايا تصوير الخطأ وغيره ومن مميزات المسلسل محافظتهم على الأجواء الرياضية في كل الحلقات ما خلونا ننسى أنه نحنا منتابع المسلسل الرياضي وحتى في مشاهد الفلاشباك كان فيها مشاهد بتخص الملاكمة وكمان اللي عجبني دمج المشاهد اللي بتتشابه في الأحداث كانت فكرة حلوة جدا أما عن الموسيقى التصويرية فبرافو للمؤلف جيم أوغيت اللي اتميز في السنوات الأخيرة مع مسلسل مع مسيئة مسلسل الطائر المبكر وجرائم صغيرة وزوجتي الخطيرة وهلأ مع مسلسل البطل اعتمد مسيئة تكون بيت عالي لتكون مناسبة لرياضة الملاكمة وهذا الشي ممتاز جدا أما عن أداء الممثلة القهان سيشمان فبالنسبة لي هاد كان أحسن أداء شفته إلو من بين كل أدواره الأديمة إلا أنه في بعض المشاهد من الحلقة الثالثة كان مو مقنع فيها وتمثيل البطلي يلدزت شاري أتيكسوي كان أداءها حلو جدا طبيعي ما في مبالغات ومقنع أما بالنسبة للممثلة قيزام كرجا فبالنسبة لي أنا شفت تمثيلها هو نفسه نفسه ما تغير لكن لاحظت في بعض المشاهد لما تحاول تبرز أداءها أكتر بيبين إنها بذلت جهد أكتر وشخصية ظفر من أكتر الشخصيات اللي عجبتني بالمسلسل وأداء الممثل أتوقع اسمه أركان كان ممتاز للدور وهي الشخصية اللي بتلطف الأجواء بالمسلسل أما عن أداء الممثلة ألايدا أليشان كان متوسط والأهم إنها وصلت لمشاعرها في كتير من المشاهد ومو من قليل إنها ترشحت لأفضل ممثلة صاعدة في حفل جوائز الفراشة الذهبية لأنه واضح إنه عندها مستقبل تقييم الشخصية للمسلسل بعطيه سبعة من عشرة وأخيرا مع المرتبة الأولى المسلسل الرائع قلب واحد وهو الرياض درامي رومانسي من بطولة تايانش آيايدن وفلدان أتسافار وحلمي جيم انتيبي وإسلام أكار وأني تيتك المسلسل مقتبس من قصة واقعية عن مدرب هوكي الجليد خالد اللي بيخسر حياته المهنية في كندا والسبب في لحظة غضب اعتدى بالضرب على أحد أعضاء فريقه من بعد ما تلفظ عليه ليرجع خالد مع عيلته على تركيا والقدر رح يبتسم في وجهه ورح يكون قادر إنه يكمل مهنته في بلد فكرة لعبة الهوكي فيه شبه معدومة المسلسل من 22 حلقة والحلقات عبارة عن سيناريو بعيدة كليا عن التكرار والتنطيط والحلو كمان الجانب الكوميدي في المسلسل وبالأخص من بعد دخول دور الممرضة أما عن الثناء الأساسي للمسلسل فبالنسبة إلي كانوا لبئين جدا لبعض مشاهدهم وأصتهم ممتعة وحلوة أما عن الموسيقى التصويرية فهي كانت مناسبة تماما لرياضة الهوكي أما عن أداء مجمل الطاقم فكانوا ممتازين وحتى الممثلين المشاركيين كان أداءهم جيد جدا ومن أكثر الجمل اللي قالوها بالمسلسل وعجبتني جدا هو أن الشخص لما يوصل للمرحلة اللي بده إياها وفاز راح تخليه يدمن ويثابر دائما ويوصل للأفضل المسلسل كله على بعضه حلو لكن العيب الوحيد هو أنه في كل مجموعة حلقات كانوا يغيروا المخرج الشي اللي بشتتك وما بيخليك تتأقلم بسرعة مع الإخراج تقييمي للمسلسل بعطي 8.5 من 10 وبالنهاية لا تنسوا تشاركونا أراءكم قسم الطعليقات والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعير خاصية الجرس عشان يوصل لكم كل جديد